قصتنا النهار ده عن ناريمان اللي كانت مقررة انها ما تتجوزش مصري معها قد يتحكم فيها وهيخنقها فتجوزت واحد أوروبي اتعرفت عليه بحكم شغلها في السياحة رغم فرق السن هي 27 سنة وهو 55 سنة المهام هو دخل الإسلام اتقدم لأهلها سفروا تجوزوا في بلاك جوزها في أوروبا وهناك بدأت ناريمان تشوف واحد تاني عصبي بخيل عايز يجبرها انها يتمشي بطريقته بس يوم ما رفضت تاكل أكل صيني في باريس أكل ما بتحبوش ومش بتعود عليه سبع في الشرع من غير فلوس وماشي لما رجعوا مصر فاجئها انه عامل عملية وما بيخلفش شوية شوية لقيتوا بيجيب ناس غريبة بيشابوا مخدرات في البيت عارفت بعدها ان علاقته كتير جدا وانه كل كم شهر يصاحب واحد لما ناريمان بدأت تتدايق والدايق عليه الخناق بقى قال له انا هطلقك بس تنازلي عن كل حقوقك لما رفضت طلقها غيابي بس في قانون في بلده هناك في أوروبا ممنوع الطلق الا بموافقة الطرفين ناريمان رجعت بيت أهلاه طلعت كل أوراقها ترجمتها وصقتها بعتتها لسفارة بلده وقالت لهم انه هو خالف القانون وطلقها غيابي وانه هي مش موافقة على الطلق بعتت حكايتها للصحافة في بلد جوزها في أوروبا موضوعه وصل هناك لشغله رفضوه ولسه المعركة بينهم مستمر عشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد محمود حمودة استشاري الطب النفسي كيف يا دكتور حمودة؟ كيف سألتك؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله النهاردة أنا جاي أسمع أنا جاي أسمع لأنه موضوع مهم جدا فرق السن لما يكون كبير أوي كده يعمل مشاكل؟ يعني يعمل مشاكل طبعا بس في القصة دي مش فرق السن هو الأساس خالص لا بس تعلم التكلم على فرق السن في العموم مفروض يبقى فرق أقد إيه؟ يعني الفرق المفروض ما فيهوش مفروض يعني مع موكن يبقى أكبر منها بعشرين سنة بس هي ما تحسش أنه أكبر منها بجأ؟ وممكن يبقى أكبر منها بسنتين وتحس أنه هو رجل عجوز بس دايما يقول لك خدها بس لفرق خمس سنين إنه الست بتعجز بسرعة لا ما هو برضو ده كلام مش سابت يعني بس ده كلام يعني ستي وستك وكلهم ألو جميع أيه بس ده غلط لأنه ممكن الست تكون أكبر منه وتكون أحسن بكتير من الست اللي أصغر منه بخمس سنين هتحتويه؟ أو تلاتة وتعرف تحتويه الموضوع مالوش علاقة بفرق السن قد إيه طيب لما يبقى قد بعد ده بيبقى مشكلة؟ الموضوع لي علاقة بالنطج بتاع الشخصية الماتيوريتي بتاعة البرسونالتي والنطج العقلي كلما شخصيته تبقى نطجة كلما هيقدر يحتوي أي حد ونعرف منين بقى أول نطج ولا لا هو مفروض بيعملوا خطوبة عشان كده عشان يشوف إذا كان الشخص نطج ولا لا وكلما هي شخصيتها تبقى نطجة كلما تعرف تتجوز واحد حتى لو جمعناها بخمسين سنة سؤال صعباني جدا صعباني جدا هل الخطوبة فعلا انت عملت عشان لما يتقفل عليهم باب هيبقى نفس الطباعة؟ هي هي ومش نكتشف حاجة دي لا طبعا لا طبعا بس هي لو زكية شوفت بقى لو هي لو زكية هتعرف تكتشف ده لا والله لو مين اسمعيني بس ما هو الفكرة الخطوبة سطحية ولا الخطوبة فيها عشرة للأسف الخطوبات بتبقى أغلبها سطحية يعني ايه يعني احنا تخطبنا بنتقبل مرة في الأسبوع هو بنعمل ايه مرة هنعرف حاجة في مرة في الأسبوع لا بنتقبل مرتين في الأسبوع نازلين نشتري العفش هنعرف فيه وإحنا نازلين نشتري العفش بنتعزم عندهم بس أكيد مش هشوفه ولس صحي من النوم بالزابت كده اما هو مهما عملت برضو وهي مش سطحية الاحتكاك المباشر وفطوات طويلة هو ده اللي هيخلي نعرف الشخص اللي قدامنا عامل ازاي هيصحي لقيني قاعدة بشرب القهوة مع موته مش فكرة صحي من النوم فكرة باقيتي يوم عامل ازاي فكرة الاحتكاك المباشر في الموقف المختلفة فكرة لما قوله لأ هيعمل ايه هيتصرف ازاي فكرة لما طلب حاجة معينة وهو مش عايزها هيتصرف ازاي وهتقبلني ازاي فكرة لما غلط هيحتويني ولا هيزعق لي ويدربني ولا هيعمل ايه اللي هيطلع في الخطوبة هيطلع بعد الخطوبة هو هو ومش هيعرف يمثل لو احنا كنا بنحتك بشكل مباشر فكرة العشرة عشرة فلان تعرفه عرفوا انتي المثل ده لا فيه مثل احلى منه بقى دلوقتي اتعارضت مصلحتك معاه مش موهم معاشرته حتى لو عشرته مصلحتك اتعارضت معاه لا يبقى ما تعرفوش لا 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 ده حتى لما عشرته معرفته لا لا بجد العشرة بتخليك اتعرف الناس لما تعشر الناس بس تعشريهم صح تمام ويبقى فيه احتكاك مباشر فيه مصلحة بيننا ولا لا دايما فيه مصلحة معنا بتجوزك عشان اكيد فيه مصلحة اننا عايزة تجوزك يعني هونا بتقدملك عشان في الاخر ما فيه مصلحة معنا فيه مصلحة هنا كان فيه مصلحة في الجواز الاتنين القصة بقى دي القصة بقى دي فيها كلام كتير قوي خلاص اول حاجة هي بتدور على حد اوروبي زي ما انتي قلت كده عشان ما يبقاش زي المصريين يعني احنا ليه بنوسم نفسنا بوصمة عار وزي المصريين هو المصريين مميزين عن بقية الناس لا ده راجل ودا راجل على فكرة يعني يعني هما المصريين في الجنس نفسه. فهي ده بقتي راح تتجوزت واحد أوروبي على أساس انه ما يطلعش زال مصريين. طلعانية من المصريين. على خصتها. انه الأوروبي ده. أوحش طبعا من اليوم. آه أوحش من المصريين اهو. هي هنا في تعميم. هو كل المصريين وحشين. لا طبعا. طب هو كل الأوروبيين حلوين. لا طبعا. التعميم غلط. تعرف فكرة في مين؟ التعميم غلط. وافضل اقولها الاخر يوم في عمري. وافضل انا يعني مشكلة ان ده يبقى عدوي الاول والاخير. فكرة في اللي ربا. ايا كان بقى هو مين؟ اللي ربا. برضو مش بس اللي ربا. الفكرة في التعميم. ما ينفعش نقول ان كل المصريين وحشين. او كل الأوروبيين حلوين. ونبقى دي قعدة مسلم بيها. وان احنا بنوصم الجنس كله بوصمة زي كده. غلط. هي كان هدفها هتجاوز واحد أوروبي وهيلبسط في الحيطة. بس مش هدفها هتجاوز واحد غني؟ اه ممكن طبعا يكون. جاب بلا ثلاث دوار في جنوب سيناء. ممكن جدا. وحنا اوروبا في شهر العسل. اه كان هدفها هتجاوز واحد غني. ممكن جدا. ممكن طبعا. انا حسيت حاجة تانية بقى خالص هتخدك. ايه بقى. ان هي عندها مشكلة. ليه؟ هي شخصية تهضية. يعني هي طول الوقت عندها احساس بالاضطهاد والمؤامرات وفيه كلام. بس صاحبته كانت عايزة تعزمها على الفطار عشان تخليها تطلع برا الشقة وياخدوها. شفتي بقى. شفتي بقى. مش عام تباجي انت رقبط. اهم ما بعرف من الدكتور حامول اللي معي في الحلقة والله العزيم. باقعد اقرأ القصة عشان حايز اشوف مداخل ومخارج. اه اه. اه. ده فعلا؟. اه اه. يعني كلام ده ما حصلش. انا حاسس. كانوا قعدين تحت الشجرة. وقعدين تحت الشجرة ايه بس هيضل تحت الشجرة عمله ايه يعني. وبعدين الراجل بتاع اوروبا ده اه 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 يخليه جيه تجو في مصر وتقولك كل واحدة. لا ما تجوزش هو كان بيصاح. ويجبها مصر ليه ما يصاحب ويقعد في اوروبا. ليه صاحب. ماين هو كان عنده شقيته فين قبل ما نعيش في جنوب سينة. وبعدين ليه راح اشترك فيلا في جنوب سينة طالما هو راجل بتاع لعب وحاجات. ليه اشتري شقة اصلا. ما يقول لها هنتجوز في ايجارة او هنعيش في اوروبا يعني. ما احنا عادي. هي اشتركت نعيش في مصر. ما انا اجر شقة في مصر يعني. انا اجر في جنوب سينة. بس هما الاثنين عندهم جوانب نفسية مرعبة. خدي بالك هو اتهمها بانها مريضة نفسيا. اه. وانا اشك انها فعلا تكون مريضة نفسية. والله. يعني اه موقن في فعلا تكون. طب واللي يعمل هو هل انا من حقيق اعمل عملية وما اقولش اللي قدامي ان انا ما بخلفش. دي قصة تانية. قصة العملية. لا لا لا. دي دي هي القصة. دي دي هي القصة اللي انا فيها دلوقتي. هو في وجهة نظره انه انه يخلف او ما يخلف. جسمي انا حار فيه. لا انه يخلف او ما يخلفش ده اختياره. وهي برضو هي كت عايزة تأجل. فهو لما يقولها ان عملت عملية. بس هي لما اجلت قالتو انا رحت للدكتورة عشان نأجل. على اساس. عشان نشوفها نأجل ازاي. على اساس ان هما كانوا هيكملوا. ما هو لو راجل ابن لزينة وهو مقرر من الاول انه مش هيكمل في الجوازة دي. طب ما هو مش هيخلف اصلا. فهي فرقت بقى انه عمل عملية. بس وانا لما اجي امنع الخلفة يعني انفعنا نروح لدكتور. وقولها ديني مسلا حبوب منع الحملة او ايا كان. وانا وانا متجوزة. احنا بات. طب ما دا حرق. ليه يعني دا 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 وحش لطرفتان. احنا اتكلمنا عن الخلفة قبل الجواز. ولا احنا كنا نفكر بس انه احنا نتجوز. واو. وده الراجل عنده خمسة وخمسين سنة. يعني هيفكر يخلف وهو عنده خمسة وخمسين سنة. طب ما احنا 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 بنتجوز عشان نخلف يا دكتور. وهو عنده خمسة وخمسين سنة بيتجوز عشان يخلف. اه. لا طب. ناس بتخلف عندها سبعين سنة. لا هو مين قال. هي اتكلمت معافي خلفة. هي بدأت تتكلم معافي الخلفة بعد الجواز. ولا مفروط ولا في الخطوبة اتكلم في الخلفة. طبعا. دا بينقوا اسماء العيال وهما مخطوبين. معقولة. اه طبعا. مش اللي هو فجئة بعد الجواز ان هو عامل عملية. طب ما انتي مسألتيش ليه من الاول. وبعدين اللي جاية اتقرري بعد الجواز ان انا بفكر اجل خلفة. هو حد قالك انه اصلا عايز يخلف. انت في الجواز واحد عنده خمسة وخمسين سنة واوروبي. فمين قالك انه عايز يخلف. غالبا الاوروبيين ما بيبقواش عايزين يخلفه. بس دي مش هو كده ما خدعهاش مش خداعه. غالبا الاوروبيين اصلا بيبقواش عايزين يخلفه. ليه? هو كده. هو الفكر هناك كده. عكس الامريكان على فكر. الامريكان بيبقوا عايزين يخلفه. وكل عسرة امريكية فيها 3 و 4 عيال. لكن في اوروبا لأ. عشان كده كبار السن في اوروبا هم اللي واخدين اكتر عدد تعداد. مش الشباب كبار السن. لانه ما بيخلفوش. فهي قررت انها تتجاوز واحد من ثقافة مختلفة. هم فعلا الاغلبية بتبقى كده بجد نتكلم مجد بقى ان هم فعلا بيفكر هو امتى هيريتاير. او هيتقاعد ويسافر بالفلوس ويركب عجل ونجري في ساحات. اه هم بيفكروا كده فعلا. فهي قررت انها تتجاوز واحد اوروبي بثقافة اوروبية. خلاص ما تجيش تكلمينها عن خلفة وما تجيش تكلمينها على انه انا كنت فاكرها. بس السواني هو واحد واحد جيت قدم لها على الطريقة الاسلامية وحب ودخل الاسلام عن اقتناع. هي اللي طلبت كده. تفتكر هي ما ارغب. انت لو جالك واحد اوروبي حتى لو عمل كل حاجة مصرية جدا. هتبقى مصدقة ان هو كده ده الطبيعي بتاعه. رزقي يا اخي. رزقي يا اخي. حكي على نفسك. اه طبعا. الثقافة مختلفة تماما. والطباع مختلفة تماما. والافكار مختلفة تماما. وحتى لو عمل كده فهو بيعامل كده عشان تجوزك. مش عشان خالص يدخل في الاسلام. وطنت وانكل فين مامتو بابا. مامتو بابا ايه ده عنده خمسة وخمسين سنة. يا دكتب اه ده جدا يباها تخصر. ده هو ممكن لوحده. ده هو ممكن. ده محب اكلب حد كبير اكلم بيه. اكلمه هو. ده خمسة وخمسين سنة مفيش كبير. فين عيلته بقى. بلاش مامتو بابا. فين عيلته بقى. اصلا. طب لو هو ملوش كبير. القانون يبقى كبيره. القانون الاوروبي. مش القانون القانون المصري.. يعني إنت رأي دقة الايم ما تلجأش لا يخضع على القانون المصري.. هو أصلًا لا يخضع على القانون المصري القانون الاوروبي هو اللي بيحكمه في راجل معاه جنسية اوروبية فالقانون الاوروبي هو اللي بيحكمه طب تعالى نشوف القانون هيقول ايه طب لما انت قلتك انا اخدت رأيك هو في القانون تعالى نشوف القانون هيقول ايه معانا المحامي الاستاذ احمد فؤاد الجوهني المحامي بالنقد قالوا مساء الخير الساء الخير فانزة ازاي حضرتك اهلم استاذك فانزة حضرتك اهلم بار حضرتك ايه الحمد لله رب اعلمين ايه رأيك بقى الستة دي تتصرف ازاي تروح فعلا لمحكمة اوروبا ولا المحاكمة المصرية طبعا يعني الموضوع ده الحمد لله رب اعلمين محلول في القانون المصري بشكل يعني واضح ان في مسائل تنزع القوانين ان القانون يطبق على الزوجين لما يكون احد الزوجين مصري ان القانون المصري هو اللي بيطبق حتى لو كان الطرف التاني لا يخضع للجنسية المصرية حتى لو كان الطرف الاخر لا يخضع للجنسية المصرية ويخضع للجنسية اخرى ايا كانت الجنسية النص المادة واضح في القانون المصري إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انتقال الزواج يسر القانون المصري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج يعني الحاجة الوحيدة للإستقامة من ده إن يكون الشروط بتاعت الأهلية الصلاحية للزواج المصري حتى لو كانت انجوزته في بلده أي إن كان طب ولو كان هناك القانون بيقول ما يفعش يطلقها غيابي إحنا هنا عندنا فيه طلق غيابي هناك ما يفعش طلقها غيابي لازم يكون بموافقة الطرفين وهو هي برضو في حتة برضو مش وقت لنا في المشكلة هل هي متمسكة بيه ومش عايزة طلق هيا بتحبه ومش عايزة تاخد متين ألف جنيه فبالتالي هي لما تكون في أوروبا عايزة صبع هي صحبة المصلحة اللي بتختار هتروح لأوروبا عشان المنازعة القارونية دي يكون هناك هتقدر تسترد قواني ناك أما في مصر طالما أحد الزوجين مصري يبقى القواني المصري اللي بتطبق هو متين ألف جنيه كفاء دي بس ألا مسألة يعني بتبقى لها موأمة حسب الوضع الاجتماعي لا أنا عصدي حاجة مش حسب الوضع الاجتماعي ممكن في واحدة ما يكفهش مليون وحدة تكتفي بألف أبتكلم بالنسبة للوضع ليا في دلوقتي المحكمة هتحكم لها بكام عشان هي تقول على متين ألف جنيه لا المحكمة معيها على قدرة الزوج ومستوهم الاجتماع والاقتصادي هي كانت عايزة المتين ألف دولار يا أستاذ أحمد أقول هي طمعانة في فلوس؟ آه ممكن طبعا تكون طمعانة في فلوس ولا طالما أنا خسرت كل حاجة فأنا مش أخسر دي كمان تبصي لا هي ممكن تكون طمعانة في فلوس بس أنا وجهت نظري في القصة دي إن الستة دي برانويت برسنالتي هي فعلا مريضة والله عظيم حرام عليك بي بتعمله فينا ده وإنه الراجل ده ما بيدعيش عليها لما اتهمها فعلا إنها مريضة هي فعلا في قصة كلها بتقول إن هي عندها مشاكل طول الوقت إحساس باللطباط هي فعلا عشان عايزة تعيش حياة كريمة والناس مش طيبها في حالها بس بعتت لصحف أوروبا فصحف أوروبا عدم مستنيها تبعت فيهتموا والحكاية تعرف طبهم رفدوا من الشغل يعني النوش اللي عملته ده زي ما بيقولوا بالبلد دي جام نتيج أهو ده منطقي حتى ده مش منطقي يا مش مكتنع بيه يعني هو ما ترفتش؟ يعني أنا مش مكتنع أصلا إنه حد رد عليها أصلا وبعدين ستات في أوروبا بدأوا يكلموها ولأن الحكاية سمعت جدا في أوروبا طبعا هي عايزة تقول ما ممكن ما بقش فيه صورة أصلا لا ما تهزرش باية دك رحمه ده والله ما ينفع كده والله والله ما ممكن ممكن تبقى سكيزوفرينيك أصلا إيه عندها فصام وكل دي أنتوا حاسيني في الآخر يوم ما تجوزتش وينيه بعدت لنا في البرنامج وإنه تحساس المؤامرة لا 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 بالعكس هي ممكن تكون متجوزة وكل حاجة بس عندها إحساس بالمؤامرة طول الوقت أنه الناس كلها متأمر عليها والناس كلها عايزت تغدعها لا على فكرة يا مالتش كده أنا حاسس كده من الكلام اللي هي بعتاه وأصحابه مستنين وأصحابه مش عارف بيستخبوا طبعا هو غير الكلون وما سابش غير الهدوم وهدوم هيبدا واحد نييته قايزة مين قال بأن ده حصل أصلا يعني مين قال إنه هو غير الكلون ما هي دخل تقعد تهاي في الشق يعني هيا بطولها كسرت كسرت البيت وهو راجل عاد في أوروبا وجاء غير الكلون في مصر ورجع تاني في أوروبا هي سيناريوين يا السيناريو الأولية دي إن القصة صحة زي ما هي شايفاها لو حقيقي بقى السيناريو في قصة حقيقي القصة صح زي ما هي شايفاها كده الراجل ده نارسيستيك برسوناليتي راجل نارجيسي ليه عشان ما خلاش تاكل الأكل نارسيستيك سايكوباس لا لا استني بس ما برضو دي حاجة من الحاجات اللي تخليني أقول استني بس ما حاش مبايش طب امينا بتأكلنا سباني خلقت على بقى. امينا بتأكلنا سبانيك بالعافية. وبناكلها عشان احنا مش عارفين فوقيتها. يعني يومي تبقى شخصية ده رجيسية عشان بتأكل لسه منك اللي فيها حديث. هو سبها في الشارع ومشي. معهاش موبايل ومعهاش فلوس. بس معها كريدت كارد اللي سحبت بيه. كتحطها فين كريدت كارد ولا معها محفظة ولا معها فلوس ولا معها موبايل. شنطة ايه ما بتقول محاش حاجة. سبني غير فلوس ومحاش حاجة. فمعها كريدت كارد راح تسحبت بيه ورجبة التاكسي. والحمد لله انه سحب. وسحب. اه الحمد لله انه سحب. هي كتبت كده. اه ما كنت مش عارف. يعني القصة مش. انت بتقلقني ليه. هي القصة مش مراحين. طب يا دكتور فيه حاجة. هي عملت قوله ان هو اتجاوزني عشان شكلي وعشان تعليمي وعشان جسمي وعشان جسمي. ده حقيقي برضه. وعشان احساس المسئولية. اه. ايه علاقة بقى جسمي بإحساس المسئولية. ايه علاقة شكلي بتعليمي. يعني فيها كل حاجة موسط الجميلة. تبقى جميلة وتبقى قد المسئولية. وجميلة روح وجميلة شك. ليبقى هوك إذا كان داخل لاتجاوزها عشان يتجاوزها. مش عشان يلعب ويمشي. يعني ايه بالكstu يعني على كلامها كده انتجاوزني عشان عندي إحساس بالمسئولية وتعليمي. وب هي Heat ownش بداخل لاتجاوز. ولا تقلها عشان شهرين ثلاثة. واليسيبها ويمشي. لكن هنا هو بتقول على كلامها ان bleedraich لا تحت حاجة تعليمها. عشان احساسها بالمسئولية. وعشان مش عارف اي.最近 تحدود고 هو نقأ عروصة. هيتجاوزها ويكمل معاها. مش نقق واحدة هيقض معه ومين ويمشي. هي لما بتقول بخيل هو عمل ايه دل على البخل. ده كان عايز يأكلها اكل الصين. عشان كان عايز يركبها العجلة وما تركبش تاكسي. ده اللي ما فهمته من القصة. اه برضو. طب بس عادي ما تركب عجلة ما هو هناك في اوروبا. اه العجل هو ده الشائع. او لي لين لوحده او طريق لوحده. اه فده الشائع يعني. فهو لو هو بخيل عشان كده ماشي. او لو هي كانت طلبة فلوس تاني. بعدين واحد بخيل. ه كم دولار دلوقتي. يعني كم دولار دلوقتي. يعني هو لو كان قال لها 20000 دولار كان يبقى مش بخيل. اه. يا اخي كنا ساعتنا بفكر. انت عايز. احنا احنا نحط الخطين كده. الخط الاولاني. انه القصة فعلا حقيقية. وهي بتحكي القصة صح. والكلام ده مظبوط. الراجل ده راجل نرجيسي. تمام. سايكوباتي. نرجيسي سايكوباتي. يعني ايه ما هو انت هتفصر لي. نرجيسي سايكوباتي يعني شخص اهم حاجة عنده نفسه. وبيفكر في نفسه اغلب الوقت. وبيدخل في علاقات متعددة. ده النرجيسي. السايكوباتي بقى اللي هو ايه. السايكوباتي بقى اللي هو بيحب نفسه. ما هو بيحب. السايكوباتي عنده مشكلة انه انا وما نرأي الطفان. يعني ما عندهش مشكلة ان الناس تتأذي. الناس تتنايل. ما عندهش ضمير بيحسبه. فاهماني. ما عندهش ضمير بيحسبه على اخطاءه. او على التصرفات اللي بيعملها. فهو نرجيسي سايكوباتي ما بيحسبوش. ما عندهش ضمير يحسبو. واهم ما حاجة عنده متعه وغريزه وكده. يعني الشخص الأناني دايما بتسميه سايكوباتي؟ الشخص الأناني دايما بتراحل مبسوط. الشخص اللي بيفكر في مصلحته بس مش أناني. اللي بيفكر في مصلحته بس. سمو ده الصح وما فكر في مصلحت مين؟ أيوة ما هو إنه مصلحتي تيجي على حساب الآخرين. مهم إن أنا كونت سعيد. لا لما أنا فكر في مصلحتي على حساب سالي. فأقدي سالي مقلب في الشغل وقاحها مع الرؤساء. عشان أنا مثلا أبقى أكويس. لا لأ أنا بكار مع حاجة تانية. كده أنا سايكوباتي. لما الراجل يقول أنا مش مبسوط وعايز أمشي من البيت. أو عايز أتجوز واحدة تانية. ومش مهم بيته وعياله ومراته. هل هو سايكوباتي؟ لا أنه هو دحك عليها. عشان خلي بلكتا كده. إنه هو دحك عليها. وإن هو كذب على كلامها. إنه هو دحك عليها. وإن هو كذب عليها. وإن هو قال كلام ما حقوقش. وان هو طلع عكس طب ما اكيد ما بيروح يقول التاني احنا عايشين مع بعض عشان بنقصط الموح ده سايكوباتي بقى هنا كده سايكوباتي انه بيجدب وانه بيقلف كلام ما لا يروح يقول لا انا بحبها واتجوزتها عن حب وان احنا دلوقتي وطلعنا ان احنا مش متفاهمين فانا هلسيبها يا وعيالة مش انت تسألي ايه سايكوباتي يعني كده سايكوباتي السايكوباتي اللي يعمل كده ايوا اللي هو بيجدب وبيقلف كلام شكر واهم حاجة عنده مصلحته وما بيفكرش في الاخر فالطرف الاخر ده سايكوباتي اظن الرسالة واصلة خلاص دي القصة الاولى القصة التانية القصة التانية انه هي عندها مشكلة وانه هي برانويد وانه هي عندها ممكن يبقى سكيزوفرينيا او وطيفر عندها افكار اتهاضية ممكن تبقى برانويد برسنالتي عندها شخصية اتهاضية فهي طول الوقت شايفة ان فيه مؤامرة وحاكة حواليها وانه هي قصة دي من وجهة نظرها وانه مش داله حاصل خالص وفيه حكاية تانية فاحنا لازم ناخد بالنا من القصتين هو الامراض دي كلها بتتعالج اه بتتعالج طبعا اه بتتعالج بس لما يبقى شخص مستبصر بالمرض اصلا يعني لما يبقى الشخص عنده استبصار بان فيه مشكلة لكن الشخص لو ما عندهش استبصار بان فيه مشكلة هيتعالج ازاي يعني ما فيه رجالة بتروح عشان خاطر مراتاتها او الستات بتروح عشان خاطر اجوازة بيتعلجو لو هو رايح عشان خاطرها كده اللي هو هانه رضيك يعني لو هو رايح عشان خاطرها وهيرضيها وهيمشي بقى تтовطي العلاج هيتعالج لكن هو رايح عشان خاطرها بس اللي هي لروح الاولى دي خلاص هنروح تقول ل الدكتور خلاص شكرا ده مش هيتعالج ولا حاجة يكملوا ولا ما يكملوش انتي فاكرة انه هو عايز يكمل ده هو الرجل هو اللي عايز يخلع فهيكملوا ايه هي هي اللي متمسكة يعني برضه مستغرب انها متمسكة انها هتكمل ورفض انها هتتطلق وده غريب يعني اه يعني وده غريب يعني يعني هو راجل مش عايزك وقال لك مش عارف ايه وعمل كل ده انت متمسكة ليه ده المفروض تبقى انت اللي عايز تتطلقي الاول عشان انا مش عايز اخر ببيت عشان هو ببيت ايه هو لسه في بيت احنا متجاوزين بالنا كم شهر ده ببيت في جنوب سينة وتانى تضواء ده ده عارفين البيت ده ما هو مفيش بيت اصلا يعني لما لقيله قدامي بايع وخالع كده بعدين قلت لك شفتي لما قلت لك انه اشترى المحامي والمحامي بقى تابعه لا المحامي ما بقاش تابعه وبقى هو كان بيحاول يشتري المحامي اه اه شايفت يعني برضه نظرية المؤامرة موجودة طول الوقت ازاي تمو اكيد اي حد هيعمل كده هيحاول يشتري المحامي ليه يشتريه هو يعرف المحامي بتاعها منين عشان يروح يشتريه يعني هو يعرف المحامي بتاعها منين قابله فين عشان يروح يشتريه ما اكيد باي حد مثلا بيبقى فيه مشاكل او عمله محضر قبل كده باكيد بعرف مين هو محامي بتاعه واكيد بحاول انا اتكلم مع المحامي عشان نوصل لحال بس اكيد مش بحاول اشتريه يعني هو ليه هستفاد ايه ما هو بقى الفكرة في كده انه فيه احساس بالمؤامرة طول الوقت انا مش عاجباني للحكاية دي حاسس انه هي عندها مشكلة من اول اختيارها واحد عنده حام 56 سنة واختيارها واحد اوروبي مش مصري وانه المصريين كلهم محشين تعميم بشكل عام على كل رجالة المصريين مع ان الناس بتبسط لما يبقى احساس عاجب طريقه يعني واحده عارف انه مش عايز تتجوز مصري عارف اني عايز تتجوز راجل اوروبي عارف اني ماذا؟ ودي ع seizeهم هي عايزة تتجوز راجل اوروبي ليه? وعايزة تتجوز راجل اوروبي في سنها قريب من سنها عشان في حاجات عندنا احيانا ما بنعممش انه الغيرة بتبقى زيادة انه بيبقى شايف نفسه انه هو الراجل انت عارف طبعا انه اغلبية رجالة هنا بتبقى برطمالات مربة و هو برطمالات عصل نحل لانه النحلة الاصلية اللي بتبقى مربية بتبقى بحسسة لقدامها انه حاجة ما حصلش لكن مش الاغلبية بقى كده اغلبية بقى كده اغلبية بقى اغلبية بقى بقى ادم عادي جدا فاكر اللي كولتهولي عالغيره اللي انا هفضل اكرره وعيده انه الغيره الصحيه ان انا ايوا ابقى غيران على ônati او غيران على جوزي انا غيرانه بس واسقة في جدا لكن خايفة من اللي حوالي ايوا لان انا معرفش اللي حوالي ممكن يقولوا ايه انا جوزي راجل يتضحك عليه ياسيدي وأنا غيران عليه انا حور او انا مراتي ممكن حد يقوله كلمتين انا غير حاطة لويمش تسمع كلامه ديه غيره صحيه فيه ناس كتير بتاعف تعملها. هل هنا ده ممكن بيتطبق كده؟ لا. هنا قصة تانية خالص. يعني هنا هي من الأول زي ما بقولك الاختيار هنا. تنزلت ليه أساساً الشارع عشان حد يشوفك ولا روحتي الشغل انت عشان يغيره أبن. غيرت ايه وكلام فاضي ايه؟ او قال لها قال لها كولي أكلصيني. هنا في راجل مصر بيقول لها كولي أكلصيني. قال لها ركاب العجلة. في راجل أقلم له تركاب العجلة. يعرف الله ده أنا هلكبكم مرجحة بس فكري تنزلي من غير ما تقولي. اهو يعني في ممكن يكون فيه اختلاف ثقافات هي شافتها بحكم شغلها في السياح. يعني البنت برضو مش غلطانة قوي كده. هي أنت كل ده مش شايفة انها عندها مشكلة في اختياراتها. ومش شايفة ان هي. أنا بحاول أدفع عنك. ومش شايفة ان هي كانت أولى بيها انها هتفكر في زوج مناسب أكتر من كده. أهلها نفسهم رفضوا الجوازة وهي أثرت انها هتكمل في الجوازة. تمام؟ الجوازة كلها مش منطقية وشكلها مش منطقي. زي ما انت بتقولي كده هو تقدم لها بالطريقة المصرية. تقدم بالطريقة المصرية جاب أهله يعني وهو جاي. ما جابش أهله يعني ولا حاجة. ده هو 55 سنة. مريم بابا هي كمان متوفي. ليه كلنا دايما نقول في الجواز لازم يبقى مناسب. مين لك ان المناسب ده بيبقى جميل؟ رد معها السعيدة. مناسب ده يعني ايه؟ يعني الحالة الاجتماعية كويسة الحالة المادية كويسة زي بعض. مش كويسة مش كويسة مناسب لي. مناسب لمتطلباتي مناسب لاختياري. فاهمني كل واحد بيختلف عن التالي. يعني مناسب ده بيبقى دايما لنجاح الجواز 100%. لا مناسب ده نسبي لا مش لنجاح الجواز بس مناسب ده كلمة مناسب دي حاجة نسبية يعني المناسب لسالي مش مناسب لي فاهماني والمناسب ليا مش مناسب لسالي من عاجز للمجتمع بيحط المعايير الاسبال سالي ونبقا عاديين كلنا اراه رأينا تتجوز مش هاريف ايه سلام اه لأغال ده اللي يبقى مناسب ليكي فى شغلك ومناسب ليك في حياتك لا المناسب بيختلف من شخص للشخص فاحنا لما نكرر ان هو يكون مناسب لازم يكون مناسب لها بمعاييرها تمام؟ هي شايفة انه ده كان مناسب لها بمعاييرها بس اهلها كانوا شايفين انه ده مش مناسب لها بمعاييرهم فشايفين انه ده ما ينفعش تمام؟ فهنا هي و اهلها اختلفوا فهنا مين اللي نظرته ممكن تكون احسن؟ يعني اعتقد انه اهلها كان عندهم حق لانه احنا وصلنا لنتيجة في الاخر سلبية ولو كانت سمعت كلام اهلها وما تجوزتش الراجل ده كانت الامور هتمشي احسن من كده بكتير انا بقى هختر معاجبة دي بقى وما تعرفش تاريخ مرضي عنه وما تعرفش حق خالص عنه ما تعرفش تجوز مين عمل ايه؟ وهنجيب مين بيجي تاريخه المرضي؟ طب ما يعني لما شوف امه بيتسرق في المطبق هقول لعنهم تاريخ مرضي فهي ما انا لما جبيرت عرفت الان لسه ما خلفتش ومعرفش يعني غلوة العيال والمذاكرة بس فيه ناس بتقولك ان لما جبيرت عرفت الستات ليه بتقعد تسرق في البيت؟ ويه بتذكر العيال؟ تاني هي ما تعرفش عنه حق خالص كنت بقول عليهم مجالين تلعوا عليه؟ ما تعرفش عنه حق خالص تتجوز واحد ما تعرفش عن حق خالص ازاي؟ هجيب تاريخ المرضي من ايه؟ المفروض بقى يعني انا هتجوز واحد المفروض ابقى عارف عنه اي حاجة انا هختم معاك بسؤال عشان انت ايه يعني انت بتحبش الـ او الاحساس اللي هو يبقى جواه كده بتحب الكلام العلمي الطبي لما اهلي يقولولي على حد لا ما اقوحش؟ لا اقاوح ما فيش حاجة اسمها ما اقوحش وادي رأيي وكل حاجة بس هلازم في الاخر نوصل الاتفاق لانه اهلي دول مش جايين الشارع ما هم شايفيني وعاشين معايا تاني هشرح لك حاجة لما امي تيجي تقولي انا احساسي يعني اي اي ام تفرج عني اتقال احساسي مش مرتاح طب انا هشرح لك حاجة في دقيقة عندنا حاجة في الطب النفسي اسمها جوهار ويندو تمام اللي هي نافذة جوهار النافذة دي بتقول ايه بتقول انه الشخص متقسم اربعة اربعة تمام اربعة اربعة يعني فيه اربع مربعات الشخص بيبص على نفسه من الجنب ده يبقى شايف كم مربع اتنين والناس بتبص عليه من الجنب ده يبقى شايفين فيه كم مربع اتنين هو شايف في نفسه حاجات الناس مش شايفها فيه في المربع اللي فوق والناس شايف فيه حاجات هو مش شايفها في نفسه اللي هو المربع اللي تحت على الشمال وبعدين هو والناس شايفين حاجات مشتركة اللي هو المربع اللي مشترك اللي هو تحت اللي احنا شاهدين بالزبط كده في مربع بقى ناقص اللي هو العقل البطن تمام؟ ده بيشوفه الدكتور النفسي من خلال جلسات العلاج النفسي ولكن اللي انا عايز اقوله انه هم شايفين فيها حاجات هم شايفة في نفسها فإذا وجدة نظر الناس مهمة ولا لا في الاختيرات مهمة جدا لان انا مش شايف نفسي تماما انا شايف نص لو انت ممكن انت متخلق مع عم عبد البواب او حيرس العقار فييجي يقول كلمتين فيك مش هلوي انا متخلق مع حد من زمايلك في الشوق رأي الناس ايه ما انت ممكن تكون عامل مشاكل للدنيا والاخرى وجو في البيت انت كويس انا ما بقولش رأي الناس انا بقول انه هي الناس شايفة فيها الناس القريبين منها شايفين فيها حاجات هي مش شايفة في نفسها فهي ممكن تبقى شايفة ان هي تنفع مع الشخصية دي بس باباها وموتها شايفين انه ده ما ينفعش معاك عشان هما شايفين جزء في شخصيتها هي مش شايفة احنا بنتكلم على شخصيتها احنا بنتكلم على قراء الناس يعني جوهر ويندو ده ايوة دي شخصية الانسان مش قراء الناس يعني انا مهما عشت هجيب بس تلت مربعات ومربع الرابع لازم يقولي دكتور نفسي اه لانه ده العقل البطن لاجه المختزنة اللي جوانا اللي احنا منعرفش عنها حاجة تاني اللي انا عايز اقوله دكتور النفسي يقوله واحدة اللي بيكلم على قراء البطن يعني انا لما اتكلم ومس يكون حد بيكلم وانايم ده ما بيقاش عقل البطن بيكلم جد والله ده بيقاش عقل البطن بيكلم جد والله ده بيقاش عقل بشان لما اتكلم مع حد سيبك بس مسؤال ده انا عايز اوضع حاجة قصة عايز اعرف اصلا نافذة جوهر ملاش علاقة برأي الناس عشان انت دخلتيني في رأي الناس وعبد البواب ومش عبد البواب احنا مش دعوا برأي الناس اصلا نافذة جوهر ده معناه ان اللي قريبين منها شايفين حاجات فيها كشخصية هي مش شايفة في نفسها زي لمهامتك تقولك على فكرة سيلي انت عنادية بس انت شايفك نفسك مش عنادية يبقى ده في المربع اللي تحت على الشمال لا مثلا ده في المربع اللي تحت على الشمال اللي هو الناس شايفة بس انا مش شايفة في نفسي فاهماني فيه وصفات شخصية لو على فكرة أنت عديتي الصعب ولسا الأصعب هم شايفين أن أنا ممكن أعدي بأي حاجة وأنا ما كنت شايفة نفسي أن أنا كنت قوية في فترة زي دي مثلا هم شايفين فيك حاجات أنت بشايفها في نفسك فده مهم أنت ممكن تبقي شايفة أنه أنا هيمشي معايا الشخص الفلان هم شايفين أنا ده ما يمشيش معك أنا بقى مختنع أنا عايز أجمع المربع أنا هجمع النفذة دي كلها لازم يكون فيها دكتور نفسي لازم يبقى فيه حد بيعرف يقرأ عقل الباطن بتاعي عشان يعرف يساعدني هنهود معك عشان نقرأ العقل الباطن يلا بينا